برحب بكم وراءة ثانية عزيزان مشاهدين بنرحب بخابرنا بتحكيم المتميز كابتن نصر عباس كل سنة حضراتك طيبة كابتن كابتن ايمن وكل سنة حضراتك طيب وتحادر كل جمهير النادي الاهلي ومشاهدي قناة الاهلي كل سنة والشعب المصر كله في خير يا رب وفي امن وفي امان وفي سلام ان شاء الله بإذن الله وربنا يعود علينا الايام الجميلة ديت ان شاء الله بالخير يا كابتن ايمن اللهم امين منورنا كابتن ندخل بقى على جواية التحكيم على طول مباشرة على طول على طول على طول على طول ايمن بالورقة والقلم والحسابات والاحصائيات انت على الحاجات دي كلها احنا بنسجلها فلما نتكلم ناردة حاكم دولي امين عمر موجود هو حاكم الميدان كويس هنقف شوية على امين هتكلم انا بس على امين ان في حاجات كده لا بد ان احنا نوضحها خاصة بامين اا اا او الاول او او بعد انتكار هنقوم بالتحكم كله امين عمر يعتبر حكم دولي كابتن ايمن محترف يعني ايه محترف هي دي شغلته اتحد افريكي مختار حكام الافريقية محترفين محترفين تقريباً عشرين او اثنين وعشرين حكم على مستوى الكرة كلها هو من ضمن الحكام المحترفين حاكم كبير دولي لعب أمير أفريقية الأخيرة أجاد ولعب ثلاث مبارات ولعب قبل نهائي يعني حاجة كده محترمة تم اختياره في الشارل الفات من ضمن حكام اللي هم هيروحوا كس العالم هو ومحمد معروف طبعا بيدير مبارات فيه البطاطل الأفريقية ومصنف من حكام البروفيشنال ده أمين أمر إذا غريب كابت نايمن وأنا عاوز أقول حاجة مهمة أوي وده حكم دول النهاردة أمين أمر لعب ثلاث مبارات فقط في الدولة المصر وما أنا كنت أحسأل في سؤال لحضرتك اتفاضل إيه سبب بعض الحكام المتميزة عن إدارة مبارات الدولة العام يعني أمين أمر حكم مفيش كلام عليه وحكم داود وحكم عنده مستوى الكويس أوي 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 لتمثيل مصر في البطولات الأفريقية البطولات الدولية البطولات العالمية طيب لما يبقى أخذ ثلاث مبارات بس في الدولة العام ودي الأهل وزيد دي الرابعة دي الرابعة لان مبارات الدولة يتلعب منه البعض المبارات لبعض الفرق سبعتاشر مبارات بالزبط مشكلة مش مشكلة أمين بس أكبني أمين بتكلم في نقطة مهمة أوي ودي نقطة خلاف ما بين بعض الحكام الدوليين كويس ورئيس لاجل الحكام بوتور بيرير هم ليهم روجة نظر وطبعاً احنا بنتكلم هنا احنا محايدين هم بنتكلم بلسانهم وبنتكلم بلسان لاجل الحكام في نفس الوقت هم بيقولوا إيه احنا كحكام دوليين بنسافر برّة كتنأيمن فالمفترض ما نبعدش عن المتشات يعني ايه مزبوط ببقاش المسافة ما بين المبارات ومبارات بعيدة وبالتالي فهما بيطالبوا بايه بان هما ان هما يلعبوا على طول باستمرار هدي مطالب الحكام الدوليين يقولك أنا بطلع بلعب متش برّة فمش هينفع لعب في مصر هنا كل شهر مبارات هدي مطالبه هو رجل نفس الشيء بيرد وبيقول إيه الحكام اللي عنده تريبا كابتن حناندينة 35 حكم من كابتن نايم 35 حكم لماذا لما تيجي تقول منهم كم حكم دولي سبعة ساحة سبعة هم 35 حكموا صفارة ها هم مصنفين هم بيدير الدور الممتاز يعني بتكلم على الملعب هم ملعب 35 فم تيجي تكلم في 35 حكم على نسبة المشات بتاعة اللي بيلعب كل أسبوع تسع مطشاط في المصابقة كلها تيجي في نهاية المسم كل حكم ممكن ياخد سبعة مطشاط أو طوال مطشاط هو كحكم دولي بيقول لك أنا ما ينفعش ألعب سبعة مطشاط في المسم أنا كحكم دولي ما ينفعش أنا والراجل بيقول لك أنا عاوز أعمل قعدة للحكام وبالتالي محتاج أن أنا أدفع بالناس هي دي نقطة خلاف أعتقد في فترة الفاتت في سبيلها لأنها يعني هي تتحل وابتدي الناس نشوف الناس بتشتغل حاول بس الأمين وعمر ودي حاجة مهمة لعب كابتن أيمان الأسبوع الثاني الزمالك والمقاولين أسبوع الثاني وبعد رجع لعب الأسبوع السادس من الثاني لعب السادس مبارات كانت سراميكا وبرمز يعني ريح ثالث ربع خامس أه ولعب سراميكا وبرمز ده في أسبوع السادس واللعب في الأسبوع التاسع الجيش والمقاولين ثلاث ماتشات هذه المبارات للأهلي أول مبارات لعبها في الموسم للأهلي ودي المبارات الرابعة بالنسبة لأمين وعمر أه أدار مبارات في السوبر اللي هو اتلعب أدار المبارات ما بين فيوتشار وبرمز كحاكم وقدر مبارات هي نفس المبارات تقريباً أدار سراميكا وبرمز كان حاكم رابع بعض الحكم عن الملعب يأثر عليه تأثير سلبي زي بعض اللعيب عن الملعب تماماً كابتن خاصة أنا كابتن نايمان هو الأول كانوا الحكام دي بتلعب فوقه تحت يعني ولعبوا ده الممتاز وممكن ينزل لعب المحترفين فالمسافة ما بين المشيط ما كانش بعيدة النهاردة هو منع كابتن منع منع تماماً إن الحكم اللي بلعب في الممتاز ما ينزلش تحت يلعب المحترفين اللي هو مصنف حكام محترفين وهكذا بنقول يعني مشكلة بطول بريرة حاول يعني تتحل وإحنا نشوف حكامنا وإحنا أيمانا كابتن أيمان كل اللي إحنا بنعمله ده وقت عشان مسابقة دورة تنجح والحكام دي لما تطلع برة تؤدي بشكل كويس أمين عمر النهاردة تمنى لطبعاً تمنى لنهاردة مباراة صعبة تمنى طبعاً لنهاردة أمين عمر يلعب مباراة ويعابر عن نفسه لأنه ده حكم دولة كبيرة كابتن أيمان هو قادر إن شاء الله بإذن الله بدنياً كويس عنده تمركز عنده قراءة عنده توقع حكم بقولك من الحكام المعترفين يا رب النهاردة ربنا وفقه في المبارا عندنا الحكم مساعد التاني سامير جمال وسامير جمال من الحكام الدوليين الكابتن أيمان اللي فوق ما تتخيل سامير جمال حكم مساعد موهوب موجود النهاردة هو المساعد الأول وعندين أسامة السيد حكم مخضرم من حكام الكبار أيضاً حكم كويس إبريد محمد ده من حكام السعادين اللي هم طلعين هو النهاردة حكم رابع في المبارا وبيلعب أيضاً في دوره المتازة كابتن أيمان هنا عندنا على تقنية الفار وائل فرحان والنهاردة لعب حسائياته لعب خمس ماتشات حكم متخيل ولعب عشرة فار يعني هو ماتش كويس وائل تماناً طبعاً لدي التوفير النهاردة ومحمود يسوي إباردك من الحكام السعادين الوعدين الخلاصة مبرأ صعبة تحكمياً صحيح على فرقتين صح فرق زد فرق كويس بلعب كورة ندلها طبعاً عاوز يكسب فهتلاقي مبارا صعبة أعتقد النهاردة أمين أمر ربنا وفاقه ولكن زي ما قلت عندنا بعض المشاكل في التحكم ما كانت نايمة ممكن لو فيه حلقة تانية عندنا حلول يعني احنا عندنا هنا دايماً حلول المشكلة تحلل ازاي خاصة ان احنا كنا موجودين في التحاد الكورة حلقة واحدة عاوزين حلقة وحلقتين اه يعني ندل حلول ايه يا جماعة تعملوا ايه عشان نقدر نخالي الحكام دولين ماشيين في شكل كويس وايضاً تحافظ على الحكام اللي انت مطلحهم ومساعدهم في الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله اتمنى ان احنا بعد المقرأ ما تكونش عن الأخطاء مؤثرة وتكون الأمور ماشية بشكل أفضل سعيد بك كابتن أيمن شكراً جزيلاً يا كابتن شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً